كي بدأ الفيلم دينا بأوليفر اللي عنده مشاكل في النطق عايش مع ابوه مايك وممو سارة واحد النهاره هو بغين عس جامي صارج التليفون شوية اسمع شي صوت في سفلي ديال الدار مشال بيت ماماه ولقاه ناعسه هبطل تحت ولقاباباه تهو ناعس ومشال الكوزيني يأخذ ما يشرب فشرجع البيتو لقى تليفون مفتوح على قصة سميتها الوحوش الغريبة في الغلاف ديال القصة كين وحش سميته لاري وهذا الوحش لديه صاحبه يلعب معه قليلا بدأ الضواوض ديال الدار كي يتفاوه ويشعله حتى يتفاوه كل شيء في خطرة وبدأ أوليفر يسمع الصوت يخلع غادي ويقرب منه الآن يجري صد الباب بيتو ورجع يجري البلاستو فالشاف القى الباب رجع تحل بوحده عاود مشاسته وحط من وراه بزاف ديال الحوايج كي لا يعاود شيء يتحل ورجع البلاستو هو كيتترعد اغطى رأسه بالغطى وبدأ يسمع الأصوات وصوت الباب هو كي يتفتح بشوية ثم وقفت عليه ماما أوليفر تخلع بزاف اخذت تليفونه ويريد أن يكتب لي ما يطرى له هي بقى تهدن فيه حتى تقدر ينعس لغطته في الشفاقه صار قلت لمايك ذلك الذي يطرى الولدهم هذه الليلة وكانت حتى هي خايفة ولكن مايك لم أعطيه أهمية لهذا وقل ليها سيكون غير حلم لا يمكن هذا الشيء الذي تقوله يكون بالصح ونحن يلعب مع أوليفر نذهب مع أوليفر للمدراسة ثم بدأ يرسم رسوم غريبة الوحش الأستاذ جاء تليفون والدراري استغلوا هذا الشيء وقلوا يتنمروا على أوليفر لذلك خرجوا البرا هو كان يلعب في تليفونه وجاء عنده واحد من الدراري وقال له يلا تلعب معنا لذلك يذهب تحماوه عليه وقلوا يتنمروا عليه أوليفر تعصب ولكن لم يقدر يدروا له فأخذوا منه تليفونه ورموهله بعيد لذلك يجري أن يقلب عليه ولكن لم يجد جاءت ماما تقلب عليه وقلت وخذته للطبيبة النفسية وحاولت تعرف ماذا لديه ولكن لم يقدر أوليفر يستطيع أن يدروا حاجة واحدة وهي يرسم هذه الوحش طبيبة قالت لماما يجب أن يدروا صحاب جديد لكي يستطيع أن يخرج من هذه الحالة النفسية ونرى مايك وهو في الخدمة وقلقه واحد الصندوق فقلت وقلت فيه آيباد وكان طافية فحاول يشعلها ثم بدأ يتفاوي وعلى بره كنشوفوه كين شي كائن قريب منه ولكن هو مرتش له البال فشرجع للدار خدام عنده أوليفر الآيباد وهو فرحان بيها وطلع لبيته ماما بحل ما يعجبهش الحال حيث ولدها كي بغي باباه كتر منها نرجعوه عند أوليفر شعل الآيباد وهو فرحان بيها باباه وماما مازال كيتناقش على حالته النفسية وكتقول له رهما كينشتح السون أوليفر مازال كيقلب في الآيباد وكان يلعب بالفلترات الكاميرا ثم بدأ له شي كائن غريب في شاشة ديالها هو مرتش له البال وعاود بان من جديد عاد قدر يشوفه يجري حطا في البلاكار ونعس في هذا الليل مايك خرج ونكمل خدمته في الصباح فاق أوليفر وبدأ يتفرج في الآيباد ويفطر شوية سمع شي حد يهضر معه من الآيباد تخلع ولكن كان بغي يعرف شكون هذا اللي يهضر معاه كتب فيها شكون هضر معايا وتسنح تعي ولكن ما جاوبه شوية فتحات القصة الوحوش وسمع الصوت وقال ليه انا لاري وبغيتك تكون صاحبي حيث انا ما عندي اصحاب أوليفر تخلع بزاف وبقى غير مصدوم جاءت ماما كتدر معه وهو ما يجاوب وهي حسب ليها غير مقلق منها خذها الايباد ومشخب بها في الخزنة للدار أمين أوليفر عيطت على صحابه من المدرسة لكي تحاول تخرجه من حالته ومعرفت ماذا جاءت له الذي يدخلوه في هذه الحالة هو غير شافهم بدأ يترعد وتوتر بزاف ومقدر يقول له ماما على نطرة له أوليفر بقى خايف بزاف ومحيت عينيه على الباب الخزنة التي مخبع فيها الايباد دراري يحسون بالذي مخبع شيء ومشى واحد منهم وفتحها وبقى يقلب حتى لقى الايباد أوليفر حاول يحبسهم ولم يفتحون القصة ولكن غلبوا عليه وتفتحات القصة وخرج منها صوت لاري يقول لهم هذه قصة أوليفر وانا عندي صديق ديالي ولم يريد أن نبنل شيء من غيره شوية بدأوا الضواء ويشعلوا يطفوا بحدهم أوليفر شعلته وبقى صاحبه يقرأ ما زال وعرف بأن لاري طويل بزاف وهو كائن مع عالمه اخر وقبل ما يكمل البولات كامل ينتهرسه وكلهم خافوا شوية بدأوا يسمعوا صوت أوليفر اخذ الكاميرا الايباد وبدأ يصوره ويقلب في الدار حتى يبنى له هذا الكائن وهو طويل بزاف وبيض وكلهم خافوا ولكن لا تقلقوا بأن هذا شيء صحيح وبدأ واحد منهم اسمه جون يقرأ في القصة على أساس أن هذا شيء ليس حقيقي وغير لعبة ومشال البلاصة التي تصور فيها الكائن وبدأ يقول لهم رهما ينوالوا شوية تلحت جهته الطابلة وحاصراته وبدأ غويت بجهده كامل احتفقت ماما وقال الأمها الدراري لأخذوا أولادهم وفش خرجوا بدأوا الدراري يقولوا لصارة بلدي أولدها الليدر هات شيء كله فش دخلات وبدأت تغويت عليه وكتقول له يشرح له هات شيء الليدر فحاولي يشرح له هات شيء ما من نواله ومشي هو الليدره وتقلق منها حتى لا تيقاته لغدت له مشال المدراسة ودراري بقى وكيتلفتوا له ولكن جون لم يأتي صار جاءت للدار وجابت معها بولاد جدا لكي تبدلها هاتو كل يتهرسه وفش بدأت تبدل فيهم خدمها تلقي السامن للآيباد وحتى الضوء بدأ يمشي ويأتي تاني فش نزلت للتحت لقيت البولاد تبدلوا وخدموا بوحدهم صارت تخلعت بزاف وبدأت تسمع صوت خطوات يقرب وحدها ولكن لم ينحدد خذت لموس حيث حسب ليها شيء فاردخل عليها وفش بدأت تقول شكون هنا سمعت صوت من الآيباد وبدأت تقول ليها أنا لاري ونخطف ولدك ونقتله هنا صار خذت الأمور بجدية وخرجت تجري قصدات المدرسة لولدها طمنات على ولدها وفش كانوا خارجين صنات عليها ماما جون وقلت لها ولدي لم يبقى يهضر ودخل في حالة خيبة بثاف ذلك الساعة مشى عنده هي ووليفر وفش وصلوا وبدأ جون يقول لهم أوليفر لم يدر له هذا كله بسبب لاري حيث تريد أن يكون صاحبه من بعد رجعته وولدها للدار وبدأوا يجمعوا حويجهم حيث تقرروا يخيبوا الدار وهما يجمعوا أوليفر رأيت ضوش عالف بيته وعرف بلقي الصاعة والتفتحات فلن تعمل الكاميرا رأيت لاري وبدأ تابعه حتى دخلت إلى النموسية وضعت له واحد البونجة صفرة وغبر أوليفر خداها هذه البونجة ومشى عند بابه صارتها عودات لمايك دكشي كله الليطرة فأخدأ أوليفر معه للخدمة لتدلجه أوليفر ومايك أخدأوا الايباد وبدأوا يقرأوا في القصة حتى تقطع الضوء ثاني ومشى مايك يجيب بشي يصوبه وبقى أوليفر يلعب بالليزر وخرج على بره وكانت الساحة قدامه وخاوية بثاف حتى الليزر لم يبقى كيبان أوليفر أخدأ واحد ليدك تلصق دائما يلعب بها وارماها قدامه فلصقات في شيء مع العلم ما كانت حتى هاجت أمه فأخدأ أوليفر وهنا مايك يجيب بشيء وهذه أوليفر وخرج من ثم مايك قال لسارة لم يبقى فهمه وهذا ما يرى لا يدخل للعقل وقال لي ها شفت كائن في الكاميرا ويشبه لذلك ما يرسم الدري ديمة وفهموا بأن هذا الكائن سيبقى ديمة معهم وتابعهم ولكن لم يستطعوا يشاهده وقرر يهرس الأيباد حيث لا يمكن أن يتهنو منه وفعلا ذلك ما يدار وجاب مطرقة وهرسها وهنا عرفنا بللي لاري حاضي ويشوف كل شيء من الأيباد الغد ليه كان أوليفر في المدرسة وجاء عنده جون وقال ليه ما تخافش حيث تصافرات هنا ومن لاري نمشيه عند مايك اللي قالت في خدمته عادي حتى خدمات القصة في تليفونه خداها وبدأ يقرأ فيها لكي يعرف النهاية لهذا الشي ما هي وغير كمال القصة عرف بللي لاري يقلب على صديق ليه يبقى ديمة معه شوية انظر الطنو بالخدم مايك كان بغي يخرج فتسد عليه الباب حاول حتى عيه ومقدر يخرج شوية بدأ يسمع خطواتك تقرب عليه خداتي ليفونه وجبد الكاميرا يقلب على لاري حتى شافه ودخل عليه المكتب وكان فوق رأسه وفي الآخر قدر مايك يخرج من تمه وسد عليه الباب خداته نوبيل وش الطريق بسرعة شوية بدأو الضوء في الطريق كي يطفال وفج جبد الكاميرا شاف لاري وراه وبكترة التوتر والخلعة دارك الصيدة سبيطار سونا والصريع المهب بدأت شير اللي ترى مايك حتى بدأت تسمع صوت لاري في التليفون وفج دخلت للدار شافت التلفازة شعلت بوحدها وكيتقلبوا الإداعات بوحدهم وقال لها لاري أنا ما غاديش نخليكم فرحتكم حتى تكملوا القيصة كلها شوية بدأت القيصة كتبان في التلفازة وفج دخلوها عرفت بالله لاري ما غاديش يتهنى حتى يأخذ ولدها أوليفر حيث هوك يحس بالوحدة وهنا أخذت قاع الأجهزة اللي فيهم الشاشة ولحتهم بره وفج بدأت تهرب من الدار هي وولدها بدأ لاري يخرج طرف بطرف من الشاشات اللي بره خافوا ورجعوا تخباهوا في الدار شوية سمعوا لاري فتح الباب وجاء داخل تخباهوا في البيت وفج دخل عليهم أوليفر قدر يعرف جسمه اللي كان كيبان مصنوع بطاقة الكهربائية وعرف بالله لاري كيبان غير إلا كانت تقرب منه وفج بدأوا يهرب أوليفر بدأت يهرس فيها على البولات اللي كانت في الدار وهكذا قدر لاري يغبر وقدروه وما يخرجوا من الدار أوليفر نطق أول كلمة وقال الحقل الذي يريد أن يقصد بها يمشي للحقل حيث لم يكن فيه الضم ماما فرحت به كثيرا حيث قدر يهضر وحيث قدر يعطقهم من الوحش ولكن قليلا سمعوا سوط لاري يأتي لهم ثاني وللآسف قدر يخرج من تليفون أوليفر اللي كانت وقدر له نهار لاحوه له صحابه في الحقل بقى لاري يتابعهم حتى قدر يشد في أوليفر ومدله يدوك يعرض عليه الصداقة ويمشي مع أهل العالم دياله ولكن سارة ضحات براسه وشدت في يد الوحش وفي البلاسة تحولت وماتت وهي دارت هذا الشيء باش تنقد ولدها منه دازت الأيام ومايك تشافه وخرج من السبيطر وهذا الوقت كله داز ومكين حتى يخبار على سارة ولا لاري وقرر مايك يرفع دعواتي للاختفاء باش يقلبوا على مراته ومن ذلك النهار لقى كي يأخذ ولده للجلسات العلاجية ومن بعد شيئا مات أوليفر وجون وصحاب وفي واحد النهار خرجات ليهم صارة بالليل وكان أوليفر بوحده اللي قدر يشوفها أما مايك فقدر يشوفها غير بالكاميرا وحزن بزاف فاشعرف همشات من العالم ديالهم وما بقيتش غادي ترجع ليهم وهنا تسالة الفيلم ديالنا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية تهلا وانتلاقوا في الفيديو الجاي